يونس خستيد يونس خستيد الأمين العام لحزب اليسار السويدي هو ضيف حلقتنا لهذا اليوم أهلا وسهلا يونس خستيد ما الذي تعنيه سياسة اليسار السويدي بالنسبة لقضايا الاندماج؟ نحن نريد سياسة من شأنها زيادة المسواة بشكل كبير في المجتمع السويدي وهذا يعني أن الاختلافات الاقتصادية الكبيرة ستكون أخذة في التناقص اليوم هناك انقسام واضح حيث يعيش ذو الدخل منخفض في بعض الأحياء بينما يعيش ذو الدخل المرتفع في مناطق أخرى وبالتالي فإن الأطفال يذهبون لمدارس مختلفة كما يذهب المرء أيضا لمراكز صحية مختلفة وهذا يؤثر بقوة على الاندماج لأن أولئك الذين يأتون كلاجئين غالبا ما ينتهي بهم المطاف في الأحياء ذات الدخل المنخفض وبالتالي يواجهون صعوبات في التعامل مع الشعب السويدي كما أنه من الصعب أيضا الحصول على نفس الخدمات والشعور بأنهم جزء من المجتمع كما نعتقد أنه من المهم أن تكون المدارس ومراكز الرعاية الصحية متساوية في جميع أنحاء البلاد وهذا الأمر ليس موجودا اليوم ويؤثر على العديد من الذين يأتون لهنا من بلاد أخرى والذين ليس لديهم إمكانية التمتع بالخدمات نفسها ومن ثم نحن نقصد أيضا أن يكون لدينا سياسة حيث يستطيع المرء تعلم اللغة السويدية مباشرة عندما يأتي لهنا أي عندما يكون في مساكن اللجوء من المهم أن يحصل المرء على التعليم المهني إذ كان يفتقد لذلك وأن يتمتع بالقدر على الاستفادة من تعليمه المهني وبالتالي فإن تمتع المرء باللغة والتعليم يعتبرني فرص كبيرة للشخص ليكون قادرا على خلق حياة مناسبة في السويد يعتبر السكن مشكلة كبيرة حيث هناك نقص في عدد الشقق السكنية ذات الإجارات المنخفضة أي نعتقد أنه يجب أن نبني فالعديد ممن جاءوا لهنا يعيشون تقريبا في مساكن ذات مساحات ضيقة لذلك فإنه من المهم أن يكون وضع السكن جيد وأن يستطيع الأطفال الدراسة في هدوء وراحة وغيرها من هذه الأمور نرى أيضا تنم العنصرية والتطرف اليميني مما يؤثر على العديد من الذين جاءوا لهنا حيث يواجهون التحيز وفي بعض الأحيان التعرض للاعتداءات الجسدية فأشعر بالخجل من بلدي عندما يتعرض الناس للهجوم لمجرد أنهم من بلد آخر وصل العديد من اللاجئين إلى السويد في السنوات الأخيرة ما رأيكم أو كيف ترون عملية ترسيخ من أجل أن يدخل القادمون الجدد لسوق العمل وأيضا للمجتمع نحن نريد أنه عندما يأتي المرء للسويد يجب أن يبقى لفترة قصيرة أو لبضعة أسابيع فقط في مركز الاستقبال وهذه المراكز يجب أن لا تكون خاصة بل يجب أن تدار من قبل المجتمع ويجب أن تكون جدية ومنظمة جدا نحن لدينا مراكز استقبال ذات نوعية مختلفة بالفعل حيث يجب أن يبدأ الشخص بتعلم اللغة السويدية قبل الحصول على قرار منح اللجوء ومن ثم سيكون بإمكان المرء التسجيل في البلدية وفي هذه البلدية يجب أن يشعر الشخص أنه سوف يبقى هناك طوال الوقت اليوم يتم نقل طالبون لجوء بين أجزاء مختلفة من السويد فالأطفال الذين تعرفوا على زملاء دراسة ينبغي عليهم الانتقال إلى بلدية أخرى على سبيل المثال إنه نظام سيء نحن نريد من جميع البلديات في السويد استقبال طالب اللجوء وحتى في البلديات الغنية أيضا وبالتالي فهم سوف يبنون الشقق السكنية وسوف يستقبلون طالب اللجوء عندما يعيش الشخص في منطقة سكنية ما يوجد فيها العديد من السويديين ويستطيع طفل الذهاب للمدرسة فإنه سوف يحصل على زملاء سويديين مما سيسهل عملية الدخول في المجتمع السويدي وفي الغالب أيضا فإن البلديات التي لديها معدلات بطالة منخفضة فإنه من السهل الحصول فيها على وظيفة عمل بعد ذلك نحن نعتقد أننا يجب أن نستكشف على الفور المهارات التي يتمتع بها اللاجئون الأمر السيء هو أن العديد من الناس يضطرون للانتظار عام كامل أو عامين أو فترات طويلة قبل أن يبدأوا إنها فترة سيئة للغاية حيث يكون الكثير من الناس غير آمنين ويائسين ويعيشون مع غيرهم في مراكز استقبال اللاجئين لذلك يجب أن نبتعد عن هذا النظام أنت تقول أنه لا ينبغي على القطاع الخاص تحمل مسؤولية رعاية اللاجئين والقادمين الجدد ولكن إذا نظرنا إلى مكتب العمل على سبيل المثال وهو مؤسسة حكومية هناك الكثير من من يشكون أو يتذمرون من دوره إن مكتب العمل لديه عدة مهام مختلفة لكنه غالبا ما يشتري خدمات خاصة وأحيانا تكون جيدة وأحيانا تكون ذات نوعية سيئة وفي بعض الأحيان يتم تعيين زبائن ولكن إذا جاز التعبير فإنهم غير قادرين على تقديم تعليم جيد نحن نعتقد أن هذه هي مسؤولية اجتماعية أي هذا ما ستفعله الدولة والمجتمع ومن المهم جدا أن يتمكن مكتب العمل من عرض وتقديم دورات للتعليم المهني فالسويد لديها نقص في عداد سائق الشاحنات والطباخين والمهندسين ولذلك يجب أن يكون مكتب العمل قادرا على القول أن تستطيع الحصول على هذه الدورة التعليمية وتستطيع أن تتعلم اللغة السويدية ويمكنك دراسة شهادة سياقة الشاحنات ومن ثم يمكنك الحصول على وظيفة عمل في السويد اليمين المتطرف ينمو في السويد ما رأيك في ذلك؟ وما هو السبب؟ وهل تستطيع السياسة اليسارية وقف هذا النمو؟ نعم أنا أعتقد أن السياسة اليسارية هي الوحيدة القادرة على إيقاف ذلك وبفعالية وذلك لأن العديد من السويديين يشعرون بعدم اليقين بشأن وضعهم الكثير منهم لديهم وظائف غير آمنة ويجد العديد منهم صعوبة في الحصول على منزل دائم والكثير لديهم معاشات تقاعدية منخفضة ثم يأت اليمين المتطرف ويقول أنه خطأ المهاجرين نحن نقول التالي لم يكن السوريون هم الذين أغلقوا المستشفيات وليسوا العراقيين الذين جعلوا المدار السيئة هذا يعتمد أننا في السويد نسمح بالتأكيد للأغنياء بالحصول تقريبا على كامل الأموال بدلا من بناء رفاهية اجتماعية جيدة للجميع نحن لدينا نفس الاهتمام إذ أخذنا اثنين من سائقي الشاحنات واحد اسمه محمد وهو من البصرة والآخر اسمه سونة وهو من مدينة سفلة فهم لديهم نفس الاهتمام وهو أن جميع سائقي الشاحنات سوف يحصلون على عمل ثابت وراتب جيد وبئة عمل جيدة أغلب اللاجئين الواصلين إلى السويد أتوا من الشرق الأوسط بسبب الحروب والاضطرابات كيف ترى أنت كرئيس لحزب اليسار السياسة الخارجية المتعلقة بالشرق الأوسط لإيقاف هذه الاضطرابات والحروب لأنه ينبغي على السويد أن تقف إلى جانب الديمقراطية وأن تكون مسؤولة عن حلول سلمية والحوار وهذا يعني أيضا تحمل المسؤولية تجاه الصراع السوري وأن نساعد جميع الأطراف على الوصول لطاولة المفاوضات لا سيما وأن بعض الأطراف اليوم هي مستبعدة وأن نساهم في حل ديمقراطي حيث يمكن للسوريين أنفسهم اختيار ممثليهم بشكل حقيقي ولكن هذا الأمر لم يحدث ومن ثم نحن نعتقد أن السويد تتبع سياسة مزدوجة فمن ناحية تتحدث السويد عن السلام والديمقراطية وتقدم الكثير من الأموال لمراكز استقبال اللاجئين في الأردن ولبنان ولكن السويد أيضا هي من الدول الكبرى المصدرة للسلاح فالسويد تصدر الأسلحة لتركيا حيث تتحرك الدبابات التركية في شمال سوريا وفي عفرين وربما في أزاء أخرى من العالم وقد استقر جزء منها في العراق وتصدر السويد الكثير من الأسلحة للسعودية تقوم السعودية بقصف اليمن وهي حرب قاسية تخلق الكثير من اللاجئين ولذلك يجب أن يكون لدينا مصدقية أكبر عند الحديث عن السلام وبالتالي لا يمكننا تسليح أولئك الذين يساهمون في جعل الصراعات مستمرة كما أعتقد أننا بحاجة لرؤية سياسية واضحة فيما يتعلق أيضا باتفاق اللاجئين مع تركيا الذي يعني أن ندفع الأموال لتركيا من أجل أن تكون حارس على الحدود حيث يخلق الاتفاق معاناة كبيرة للعديد من اللاجئين ويمنع العائلات من لمش شمل لماذا برأيك يجب على شخص سويدي أن يصوت لحزب اليسار؟ إذا كان المرء يريد أن نبني لحل أزمة السكن وأن نستثمر في مجال المدارس ومراكز الرعاية الصحية إذا أراد المرء أن يكون لدينا نظام ضريبي حيث يدفع الأغنياء أموالا أكثر من الفقراء إذا كان المرء يريد أن يكون لدينا مساوى بين الرجال والنساء والمساوى في الحقوق والأجر المتساوي وتحمل المسؤولية بنفس القدر وعلى قدم المساوى إذا كان المرء يريد مننا أن نأخذ قضايا المناخ البيئي على محمل الجد فنحن لدينا سياسة تجعل السويد موحدة وأعني أنه إذ نجحنا في ذلك فإنه سيكون لدينا في الأساس نفس الاهتمام بغض نظر عن الخلفية الموجودة لدينا أغلبية أعضاء البرلمان في حزبنا هم من وردوا في بلد آخر حزبنا هو مرآة للسويد لدينا ممثلون يتحدثون اللغة العربية والكردية والإسبانية ولغات مختلفة أعتقد أن هذا الأمر هو قوة ينبغي أن يكون لدينا عملية ديمقراطية حيث يكون لكل فرد يعيش في هذا البلد حصة كما ينبغي أن ينجح هذا البلد كذلك في تحقيق الاندماج حيث يمكن للشخص بالفعل الوصول ليس فقط للبلد ولكن أيضا التمتع بالديمقراطية وخلق المستقبل معا لاندر سيكون لديمقراطيين واتسكابا فرامتدا تسامنس